تقرأ زياد نقراه ونقراه بكثير من العاطفة لأنه أنا شخصيني يمثني أنه واحد ينجب نفهم شكون في الزنزانة متاعه وعيش لأنه السياسة عمره ما تخلينا من الجانب الإنسانية دا كاني حتى فيلم عن تقديمة بتاع احنا بتوع الوتوبيس وقتالي معناتها الناس تنتهاك الحقوق والحريات متاعهم لكن عمره ما يتخلاه على أفلادهم كنا نتفرجوا فيهم بسرقة لفليم هذو ما احنا صغير ايه اذكر خليفة ايه احنا كانت بالسرقة في نوادي الفيديو واحدة انتم مخلطوا على قريات واحدة انا مخلطناش عليش وقلوا لي من غيرك يا بلدي احنا بتوع الوتوبيس كانت نتفرجوا فيه بالسرقة في الكلاب انا الحقيقة ما كنتش نتصور في لحظة من اللحظات انا اللي معناتها ع 19 سنة قدامي صارت الثورة ما كنتش نتصور ان مش نخلطوا لهذا المستوى من التصفية التصفيات هذه لأن هذه هذه دموع ومآسي وهذه ما هوش عادفة ولا غير ولكن هذا واجب التضامن الانساني الاولي وحتى على مستوى الادراك السياسي نعتقد انه مش ممكن تتواصل هذه العملية بالتالي دعوة والله ما نش عارف كان فهمت نجم تكون فهمت دعوة في هذا الموضوع لكن على كل حال المطلوب انه انه نتخلى في اسرع وقت على زرع الحقد بين التوانسة والتونسيين وتصفية الاتراف السياسية حول اراءهم بوضحهم داخل السجون غير معقول غير مقبول هذا سيولد حقد يزين كل طرف يجيه في وقت ما يصف في طرف سياسي ثم بعد يولد للنقمة ينقموا على الاخرين المقية المجتمع يبقى في الكل انا منش قعد لاحظ في ناس فرحانين فعلا حقيقة بوجود هؤلاء في السجن مش معقول يتواصل بهذا الشكل راهو اذا كان الناس هذي تخرج ويتواصل يا سيد التحقيق وهم في حالة صراح راهو سيخفض حالة الاحتقان راهو سيجعل هذه الجبهة الداخلية ان نعيد اعادة ترتيبة روحوا نجم يهور بالدولة مشكي يقصفهم الناس هذومة مشكي يجيوا يتولدوا ناس والحقد ما ينجم يخلي كان الناس تتشد اكثر الى اخيري هاو فهمه مساج واضح وصريح من الناس هذومة يعني وطني في المقابل فهمه الصمت ما فهماش قضية تآمر ما فهماش حتى حد يتآمر عليه ما فهمه حتى حد يحب يختالك ما فهمه حتى حد يحب يصفيك جسديا اذا يقول هالك انا بشكل مباشر قبل كنت اتواجه لك فيها النائب شرعي في مجلس النواب ونقول لك رو ما كانش حتى حد يحب يصفيك ما فهمه حتى حد رو اليوم في السياسة غزش ميحبش يصفيك عنده معاك مشكلة سياسية في اتار كيفية ادارة هذه البلاد معنيين انتي وغيره ولكلنا بمستقبلها تعليش رئيس جمهورية يحييو فيها 23 سنة هنا وبالامن والامان وبعد ما لقاش فيها يقبر البلاد تعليش ديما معناها تصفياتنا قصووية لا ما تنظرش للناس اللي حولك الان دخل السلطة ويحاول يصورك راو غدوة كيبش تخرج من السلطة راي مسألة القلب مسألة ثانية والايام ودولة علش نحبوا ياخي هتندروها العملية بشكل افضل هذا المساجي الواضح والصريح والاخير لمن هو موجود الان في السلطة لا تختر بالسلطة